لو سمحت يا دكتور محمد بنتي أربع شهور تمام وبتعمل حمام أخضر وهي بترضع صناعي ده من إيه وديها إيه طيب اللون الأخضر في البراز ليس له دلالة مرضية في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان اللون الأخضر ده ما بيشيرش عندنا في يعني الأمراض خالص وده بيكون سبب حدوث بعض عمليات الأكسادة لبعض المكونات في الفضلات اللي بتخرج يعني بيبقى فيها شوية عمليات كده دي إحنا يعني مش هتفرق قوي مش هتفرق قوي أن أنا يعني أعود أشرحها بالتفصيل ولكن في أحوال تانية بيكون له أسباب يعني بيكون البراز الأخضر ده له أسباب أشهر هذه الأسباب على الإطلاق هو عدم اكتمال الرضاعة الطبيعية يعني إيه عدم اكتمال الرضاعة الطبيعية يعني أنه الطفل يرضع أكي أنه الرضاعة نص رضعة دي بتحصل في الرضاعة الطبيعية أكتر تمام يعني لو هو مثلا بيرضع مثلا عشر دقايق خلاص يرضع أربع دقايق يرضع خمس دقايق طب إيه اللي بيحصل اللي بيحصل هنا أنه بيحصل فقدان لجزء من لبن الأم المرتفع الدقون يعني هو اللبن الأم ده له تركيب عضوي معين لما الطفل يرضع كمية أقل خلاص يحصل يعني الهضم بيتأثر الهضم بيكون متأثر لأنه العصارات الهضمية والعصارة الصفراوية اللي بتطلع بقى تتعامل مع اللبن ده عشان تبتدي بقى تعمل عليه الشغل تشتغل عليه عشان اللي يروح يروح للبروتينات ويبقى واللي يعمل طاقة من خلال كريبس سايكل يعني فيه شغل بيحصل لبن الرضاع ده بيحصل عملية الميتابوليزم تمام كده سبحان الله العصارات الهضمية دي بتطلع بناء على كمية رضاع خلاص كده فلما كمية الرضاع دي تتأثر تبقى أقل العصارات دي ممكن أوقات ما تتزبطش في درجة الإفراز بتاعتها فتبقى يحصل تأثر في عملية الهض وده يعنعكس على شكل البراس كمان بعض أنواع الألبان الصناعية اللي بتستخدم في حالات الحساسية ضد الحليب ممكن تؤدي إلى البراز الأخضر كمان فيه حاجة مشهورة قوي نقص البكتيريا المعاوية الطبيعية عند بعض الأطفال طبيعي عندنا كلنا وعند الأطفال بالتأكيد بيكون فيه بكتيريا معاوية طبيعية ليه علاقة بالامتصاص وليه علاقة بالمناعة والكلام ده كله نقص هذه البكتيريا وده بيكتمل مع مرور الوقت قد يؤدي إلى براز أخضر في بعض الأحيان أحياناً البراز الأخضر برضو بيكون مصاحب لحالات الإسهال فلابد من استبعاد الإسهال أو استبعاد أي أعراض أخرى